بتأني وعناية فائقة يضعون اللمسات الأخيرة على أطباقهم هذا مطبخ مطعم فريد من نوعه لأن كل أفراد طاقمه شبان وشابات من ذوي الإعاقة الذهنية تحدي رفعته جمعية هدف أما الغاية فهي إعادة الاعتبار لفئة نزع منها المجتمع الثقة في العطاء وحق العيش مندمجة معه بتأطير مختصة في التعامل مع فئة المعاق ذهنيا استطاعوا تعلم مهارات فن الطبخ منحتهم فرصة عمل وحياة جديدة تعلمت أعداد العجائن بأنواعها والسلطات المختلفة تدك النظرة السلبية لتلقاهم من المجتمعهم بحيث يقولون لهم معاق ولا شيء حاجة يحاولون بالخدمة ديالهم وبالمجهود ديالهم والنتيجة اللي يحققوا يغيرون نظرة للمجتمع عليهم المطعم هو أحد المشاريع المديرة للدخل للجمعية التي أسسها آباء وأصدقاء أشخاص من ذوي الإعاقة الدهنية تجربة سرعان ما اكتسبت زبائن أو فياء وصلتت الضوء على الحق في الشغل والعيش الكريم للأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة تسعجبني أكثر حاجة فيهم هي البتسامة ديالهم ونشارح تترتاح من سجل هذا المطعم تترتاح هذه الفئة عندها قدرات وسهلة الاندماج ينبغي فقط توفير الميسيرات في المحيط ليست الأطباق فقط من إعداد المعاقين ذهنياً بل ديكور المكان كلوحات الجدراني وفرش الطاولات أعدها أيضاً معاقون ذهنياً في ورش ملحقة حلي وقطع فنية أنامل تقديم استمتعة ساعات طويلة في تركيبها بمهارة فالمركز يقسم فئات العاملين فيه وفق ميولهم كيف يبن بأن هذا الشخص في وضعية إعاقة تحييد ذاك الفكرة اللي كانت عنده ما كيعرف يدروا له ما كيعرفش يوصل ما كيععمل كله من نوصله مع هتا الحاجة هذا هو الواقع بأن هات الشباب يمكن لهم يوصلوا يمكن لهم يدروا يمكن لهم يتقدموا يمكن لهم يتعلموا ويخدموا ويوصلوا أكثر من ثمانين شاب وشاب حققوا الاندماج المهني في المركز منتوجاتهم تصوقوا وتباعوا في معارض دورية بلغة الابتكار أعلنوا من هنا أن الأقدار وإن انتزعت جزءا من إدراكهم الذهني فهي لم تحرمهم القدرة على العطاء في مجتمع ما فتئ يراهم بعين النقص كل ما في فضاء هذا المركز أنجزته أنامل فئة تصف بذوي الاحتياجات الخاصة فيما يصفها مؤطر المركز بذوي العزيمة والهمم العالية هي رسالة عنوانها من أجل معنى جديد لحياة قد يفتقد أصحابها للعقل والإدراك لكنهم لم يفقدوا حس الإنسانية وروح الجمال والإبداع فاطمة أبوغنبور الحرة الرباط